ده رقم واحد رقم اتنين النهاردة ربطة الاندية المحترفة اعلنت عدد من المباريات خلال الفترة اللي جاية عاقب عودة الاهل من كأس العالم للاندية وللأسف الاهل هيتطر يلعب سبع مباريات في واحد وعشرين يوم كل اتنين وسبعين ساعة مباراة ما بين مباراة محلية وصفر داخل مصر ومباراة افريقية يعني مثلا بعد ما يرجع يوم 11 فبراير عند اول مباراة يوم 18 فبراير مع الهلال السوداني في السودان الساعة 3 العصر بعد كده يطلع من السودان على اسوان هيلعب يوم 21 فبراير مع اسوان الساعة 3 العصر أيضا في الاسبوع التسعة يرجع بعد كده في القاهرة يلعب يوم 25 اتنين مع سانداونز في استاد السلام الساعة 9 بعد كده الاهل يلعب مع الداخلية يوم 28 اتنين في الجولة الاسبوع العشرين هذه المباراة اتنين مارس اتقدمت بقى 28 فبراير ليه؟ لان مباراة القطن الكاميروني بقت يوم السبت 4 مارس طيب تروح بعد كده عندك الاهل والمولين يوم 7 مارس دي مباراة مؤجلة من الاسبوع السبعتاشر دي كده تتلعب يوم 6 اتنين ولكن الاهل عشان في كاس العالم هتتلعب يوم 7 مارس بعد ذلك هتسافر جنوب افريقيا عندك مطش مع سانداونز يوم 11 مارس وبالتالي هتبدأ 18 فبراير السبت ثم 3 21 فبراير ثم السبت 25 فبراير ثم 3 ثم السبت ثم 3 ثم السبت انا وانا بستعرض الجدول تعبت ما بالك بقى لما تيجي الفرقة من كاس العالم تلعب بهذا الشكل الضغط جدا انا مشفق وعارف طبعا ان اتحاد القرى عايز ينجز بسرعة المباريات ولكن مش بالشكل ده جماعة يعني بالشكل ده المنتخب لما يجي يلعب في الاجندة في شهر مارس مش هيلاقي لعبة الاهل والله ما هيلاقي لعبة الاهل بالمنظر ده الناجي من السودان اسافر على اسوان وارجع لعب في القاهرة مطشين في ظرف ثلاث مطشات في ظرف اسبوع بعد كده اسافر جنوب افريقيا بعد كده اسافر القطن الكاميروني ومع ذلك كل ده انت بتأجل كمان للاهلي الاسماعيلي والاتحاد وحرص الحدود يعني كمان هيبقى فيه ضغط تاني بعد ما خلص دور المجموعات الملف ده مهم جدا واتمنى الاستاذ عامر حسيني هتعامل فيه بشكل ايجابي ولو عندك مشكلة في الدوري قلل عدد اندية الدوري هطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نكمل بقى فقرات برنامج اشتركوا في القناة